تفادياً لتكرار سيناريو حرائق الغابات وانتشار النيران بشكل سريع تجندت محافظة الغابات في مختلف ولاية الوطن لتدخل الآن والسريع أحواض مائية وضعتها محافظة الغابات في منطقة كورايا بيتي بازا والتي تعرف بالتضاريس الصعبة وغابتها معارضة للحرائق 15 نقطة بسعاد 50 متر مكعب تتكلم على نقاط الماء كانت قطعنا على مستوى ويلاتي بازا استفاد 15 نقطة ماء هذا النقاط الماء هي عبارة عن أحواض ساعة الحوض 50 متر كوب يعني 50 متر مكعب وتصل ساعته إلى أكثر من 50 ألف لتر لماذا هذه الكمية هذه نحن محتاجينها كثير في المناطق هذه خاصة هذه المناطق التي تعتبر دد تضاريس وعراء نقاط الماء هنا تساعد مدرية الغابات والحماية المدنية في إغماد النيران مباشرة وبشكل سريع دون التنقل لمنطقة أخرى ما يخفف من انتشار النيران اليوم هذه المنشأة هذه رمتواجدة في عين المكان هذا ما يخلي أنه لما تكون كاش تدخل تدخل أثناء الحارق يعني الكاميون تاعنا والمدرية تاعنا يجي يرفض المغيم من هنا مباشرة ويعود يعني راسير بلاس هنا مش كما في سنوات الأخيرة الماضية ونعرف هذه المنطقة هذه الماء فيها نادر نروح لنجيب الماء لربما العشرات الكيلومترات لمجبهة الحرائق بتغفير الوسائل الجوية والتجهيزات الميدانية وفتح المسالك الغبية الخنادق وأحوال المياه كلها على غرار العنصر البشرية نقاط تصب في كفة الاستعداد لتفادي أي سيناريوهات